دخل ملف سد النهضة منحا جديدا أكثر توترا وتعقيدا بعد أن أعلنت إثيوبيا على لسان رئيس وزرائها آبي أحمد عزمها المضي قدما في إجراءات الملء الثاني لخزان السد في الموعد المحدد له في تموزا مقبل رافضة الوساطة الربعية التي اقترحتها الخرطوم والقاهرة آبي أحمد قال إن بلاده ستمضي في ملء السد في الموعد المحدد ولا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل لأن ذلك يكلفها خسارة كبيرة وذهب آبي أحمد أبعد في تبرير قرار أديس أبابا قائلا إنه بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من ثمانين بالمئة من مياه النيل فأنها تسعى إلى تخزين خمسة في المئة فقط من وارد الأمطار وليس من النيل الرئيسي وإن سد النهضة لا يمكن أن يمنع سياب المياه الطبيعي عن مصر والسودان تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي جاءت بعد ساعات على تأكيد وزير الموارد المائية والرأي المصري محمد عبد العاطي أن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة فيما يتعلق بالتعبئات والتشغيل والتي سيكون لها تداعيات سلبية ضخمة مضيفا أن تأثيرات السد على مياه نهر النيل تعتبر إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها مصر خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي وزير الرئي والموارد المائية السودانية سر عبد الأحد دعا بدوره إثيوبيا إلى قبول الوساطة الربعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي للوصول إلى اتفاق عادل وقانوني بشأن السد مضيفا أن إثيوبيا ليس لديها حجج قوية للاعتراض على مقترح الوساطة الربعية وعليها أن تقبل بها للوصول إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم في المفاوضات لتلبية متطلبات الدول الثلاث وتغليب التعاون بدلا من النزاعات بحسب تعبيره ترجمة نانسي قنقر